اكلاه شباب عملي مزيدون من الوناس اهلاب جديدة من التريك فإن شاء الله النيتاح المزيد اهلا للغليكوجين اول ما هو المزيد الجليكوجين الضوار لا معلومات الجلوكوز المزيد والناجز نوع القص了 الانابولازم والكتابولازم تكسير الجليكوجين وبناء الجليكوجين بمعناة ان احنا النهاردة هناخد ازاي الجليكوجين بيتبني وده معناه ان احنا عندنا جلوكوز كتير هيدبنه مع بعض وهناخد الجليكوجين تكسيره ازاي هنقعد نكسر فيه عشان نطلع منه جليكوز اول حاجة عندنا الجليكوجين ده موجود فين اول حاجة الجليكوجين ده هو الماياع استوراسيения بتاعت الكربوهايدرات في الالم يعني احنا عندنا لو عايزين نعمل ستوريج الجليكوجين ده هو اللي هيعملنا للستوريج هو اللي هي نخزن فيه الكاربوهايدريتز في دسم الأنمال ازاي؟ هو من لي بيكون موجود up to 10% موجود في الليبر وبيكون موجود في المصل بنسبة 1% ازاي؟ الجليكوجين عبارة عن زي ما قلنا كذا بوليمر من الجلوكوز الجلوكوز زمان اخدناه انه هو شكله عامل كده عنده one carbon وعنده six carbon الone carbon ده لما بيمسك فيها واحد زيه من ناحية دي بيكون اسمه بتبقى اسمها one four glycosidic linkage لما بيكون ماسك من ناحية دي بيكون اسمها one six glycosidic linkage هو عن مثلا الجلوكوز ما بيعرفش يمسك غير من لازم يمسك هو الجلوكوز اصلا عنده ناحيتين ناحية reducing وناحية non reducing الناحية reducing حنا دلوقتي عندنا دلوقتي ده شكل الجلوكوز الناحية دي اسمها reducing gant والناحية دي اللي هي رقم ستا اللي بيكون موجودة هنا بتكون اسمها non reducing gant هو مفروض بيمسك في الواحدة دي مع واحدة تانية جنبها من هنا من الكاربون دي اللي هي هتبقى CH2OH اللي هي رقم ستة او من الكاربون دي واي كاربون عمتا من التو جلوكوز بي مع بعض بيكون اسمها glycosidic بس بتفرق one ولا four من خلال هي ماسكة في اني كاربونة فهي لو ماسكة من الكاربونة رقم one مع الكاربونة رقم four اللي هي هنا بس هكون الناحية التانية هنا بس عشان ما فيش مكان ارسمها هيكون اسمها one four glycosidic bone لكن لو ماسكة مع الستة دي هيكون اسمها one six one six glycosidic bone زي ما قلنا ان هو من storage الكاربوهايدريتز في الانيمال في مكانين الليفر والمسلز ايه الفايدة؟ لو هيكون موجود في الليفر هو لازمته انه هو بيعمل من تانس للblood glucose level يعني هو بيحافظ على blood glucose level زي ما هناخد شوية كده انه لما يكون الجلوكوز قليل في الدم هنحتاج ناخد من الجلايكوجين اللي متخزن في الليفر علشان خاطر نكسره ونديه لباقية الجسم لكن بالنسبة للمسل المسل مش هتقدر تكسر الجلايكوجين اللي بيكون عندها عشان تديه للblood glucose فهم بيساعدش في المنتين of blood glucose level من المسلز لكن بيساعد ان هو يعمل ATP من خلال ان هو يدخل في الجلايكوليسز وده برضو هناخده لسه قدام هو هنا بيحصل له storage طيب بيحصل له diplated او بيتكسر فين؟ في الليفر بيتكسر امتى؟ بعد من 12 ل 18 ساعة من الصيوم لو حد صويم من 12 ل 18 ساعة الجلوكوز level بتبدأ تقل وبيبدأ يتكسر من الليفر لكن في الجلايكوجين بيبدأ يتكسر لما بيحصل اكسرسايز عالي لما في اكسرسايز كتير بيكون على المسل وبيتخلص الATP اللي عندها بتبدأ تكسر في الجلايكوجين عشان خطر يدخل ويعمل لكتك اسد و 3 ATP ده كده بالنسبة لبداية الجلايكوجين زي ما قلنا ان هو برانشد في 1614 ال16 ده لما بيجي يعمل برانش يعني هو لو نرسمها بس لهو كده وكده 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 فده كده لينير فده بيجي يعمل برانش من واحد من 6 و 1 جلايكوجين بوند فالون فورد دي للستريت و 1 جلايكوجين ده للبراانشد ماشي الجلايكوجين كمان بيكون موجود في السايتسول كجرانيول بيكون موجود في السايتسول بتعسل كجرانيول وبيكون عنده انزايمز ممكن تصنع وممكن تكسر الجلوكوز ده الجوا يعني السايتسول فبالتالي احنا قلنا عندنا ان الجلايكوجين مكون من بوليمير من الجلوكوز طيب الجلوكوز ده ايه لازمته في الدم او في الجسم عامة الجلوكوز هو اللي بيطلع منه الت ب من خلال الجلايكولوسيز وكربسايكل والالاتيسي والحاجات اللي اتلمنا عليها في الحلقات اللي فاتت فبالتالي الجلوكوز ده مهمة في الجسم لما بيكون عندنا جلوكوز زيادة الجسم مش محتاجه هيبدأ يخزنه انت عندك حاجة مش محتاجة دلوقتي هتشلها لحد ما تحتاجها فهيبدأ يحصل تغزين للجلوكوز من خلال عملية اسمها البلايكوجيناسز لكن لو احنا ما عندناش جلوكوز هنبدأ نستخدم الحاجة اللي احنا خزناها من خلال تكسير البلايكوجين اللي احنا جمعناه من الجلوكوز الزيادة وهنخزنها على شكل عملية اسمها جلايكوجينولايسز نحن نخزن من خلال الجلايكوجين الجلايكوجين من خمس خصائص الذين يميزون عن اي كاربوهايدريت فور يخلوه يتخزن جوه الجزء اول حاجه انه هو بيحصلوش دفيوجين في السل انه هو ملوكيول هو مثلا بيبقى شكله على المواقع كمان بيكون شكله كده فهو برانش تجمد قوي فهو بيكون حاجه كبيره صعب انه تخرج من السل فبالتالي احنا عايزين نخزنها لو احنا عندنا كتكوت صغير وعايزين نشيله فاحنا عايزين نكون ليه حاجه معين عشان خطر ما يخرجش من الباب او من الفرحة بتاعته فهو الجلايكوجين نفس الكلام هو ملوكيول فبالتالي مش هيحصلو دفيوجين من خلال السل تاني حاجه هو نون ريكوز هو اصلا الجلايكوجين او مثلا الكاربوهيدريت لما بتيجي تعمل ريكوز زي ما قلنا قلنا انه مثلا ده شكله جلوكوز ده شكله جلوكوز مثلا فاحنا عندنا قالت او نون ريكوز اي اند ونون ريكوز اي اند هو لما يكون مليان من هنا ومليان من هنا ومليان من هنا هو مش هيقدر يعمل ريكوز لان يعمل ريكوزه من جنب واحد فبالتالي حييفضل كله لا يعمل اكسيديشن ولا بيكم شكله وبالتالي يقدر كله محتفٍ كبير اي قيد فهو هيكون نون ريكوز من الكاربوهيدريت تالت حاجه هو مش هيحصلوه أفكت بالووتر بوتانشيق وكمان هو هيكون هالكس شيب هيكون شكله هالكس فهيكون مور كومباكت يعني احنا مثلا زي الميتو كونديريا مثلا نعمل لها فولدينج كده علشان خاطر كل ما نفضل نعمل لها فولد كتير هتاخد كمية اكبر غير لو كانت ستريت كده كانت تاخد كمية اصغر لكن لو هي كانت ستريت كانت تاخد كمية اكبر نفس الكلام الجلايكوجين كل ما هو برانشد اكتر هيكون عنده مولوكيولز كتير من الجلوكوز بس في مساح اقل اخر حاجة ان هو برانشد وهو ده السبب اللي احنا اصلا كل دول مبنين عليه فهو ايزي ان احنا نعرف بقى نعمله بريك لان هو برانشد كتير كده 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 اي شكل بقى فاحنا عايزين نكسر ان اخد شوية من برانشد ده وبعد كده وهكذا طيب عايزين بس نفتكر كمان شكل البونز زي ما قلنا ان هي فيه الالفا وفيه اه فيه سوري الوان فور وفيه الوان سكس فيه كمان الالفا والبيتا الالفا لو هم الاتنين على نفس الشكل احنا عندنا واحدة جلوكوز هنا وعندنا واحدة جلوكوز هنا لو هم الاتنين مسكوا ببوند واحدة من هنا مع بعض دي كده هيكون اسمها الفا بوند لكن لو هو مسك مع واحدة من فوق واحدة من تحت يعني لو احنا احنا عارفين اصلا ان شكل الجلوكوز بيكون فيه هنا او اتش كده وهنا ممكن تكون الو اتش هنا والاتش هنا وممكن العكس ممكن تكون هنا الو اتش وهنا الاتش فهو لو لو العكس وهيعملوا بوند بالشكل ده دي هيبقى اسمها بيتا لكن لو هم الاتنين نفس الجنب وهيعملوا البوند بالشكل ده هيكون اسمها البوس ندخل بقى عن العملية نفسها وهي الجليكو جنسيز احنا قلنا دي هو نقسمها نصين جليكو و جنسيز Glyco معناها جليكو جين و جنسيز معناها سنسيز او صنوعة فجليكو جنسيز معناها ان احنا هنصنع جليكو جين معنا نحنا نصنع جليكو جين ان احنا عندنا جلوكوز كتير فهنبدأ نصنعه فـ It is the formation of glycogen from glucose or other source بس من الكاربوهايدريتس فهيتجمعنا برضو في الآخر عندنا سايكلز كتير ممكن نعرف نجمع منها الحاجات دي ماشي احنا عندنا برضو مصارين يعني بنعرف نجمع وزي ما قلنا ان احنا عندنا الستورج بيكون في العحيتين في الليفر وفي المصر لو احنا في الليفر فاحنا ممكن نجمع المصادر بتاعتنا نجمع الـ Glycogen من البلد جلوكوز نعمل الـ Glycogen من البلد جلوكوز وممكن نجمع من أي هكسوس تاني لان احنا عرفين أن الـ Glycogen أصلا هو هكسوس وهو سكر سوداسي فممكن نجمعه من الـ Glycogen او أي جلوكوز تاني وممكن نعمله بعملية الـ Glycogenesis اللي لسه هنتكلم عليها في الحلقات اللي كان لكن لو احنا في المصل فاحنا مش هنقدر نعمل صنوع أو نعمل Glycogenesis إلا من البلد جلوكوز سنتقل على عملية حتى نشرحها وبعد كده نشرح الجزء النظري العملية بتاعة البلايكو جانسيس بتكون عبارة عن ايه نحن بيكون عندنا مثارين برضه بيكون عندنا مصارين برضه يعني هو توتل بتاعها بيكون عندنا فيه برايمر هنبدأ به مجمع شوية من الجلوكوز وبعد كده هنبدأ نجمع جلوكوزية 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 ونبدأ نعمل بقة برانشز بتاعتها فأحنا عندنا مصارين مصار علشان خاطر نعمل البيترايمر ده اساسا ومصار علشان ناخد tähän الجلوكوز ويبقى مهيئ ان هو يتحطى على البيترايمر ده اول مصار وهو ان احنا يكون عندنا الجلوكوز عادي속 الجلوكوز موجود موجود زياه واحنا عايزين نجمع ونعمل منه جلوكوزية ازاي ان نعمل منه جلوكوزية؟ اول حاجة لو حد فكر جلوكوزية فاحنا اول حاجه عملناها لما كنا عايزين ناخد الجلوكوز�� من غير شكله حطينا عليه فوسفيد بالهيكسوكاينيز واستخدمنا الام جي بوستفتو كو فاكتور الماغنيسي استخدمناه ككو فاكتور علشان يحفز العملية ولما غيرنا شكله وحطينا عليه الهيكسوكاينيز ده احنا قلنا اي حاجة فيها كاينيز معناها ان احنا هنقات او هنريمو فوسفيد فاحنا حطينا فوسفيد عليه وبقى اسمه جلوكوز سيكسو فوسفيد نفس الكلام هنعمله هنا احنا عندنا جلوكوز عادي هنحط له هنا احنا هنحط هكسوكاينيز او هنحط جلوكوكاينيز هنا بقى الانزايم بيفرق نحط هكسوكاينيز ولا نحط جلوكوكاينيز على حسب ايه؟ على حسب احنا موجودين فين لو احنا في العضلات فاحنا هنحط هكسوكاينيز لان العضلات ما عندهاش انزايم جلوكوكاينيز لكن لو احنا في الليفر وبنخزن الشجر في الليفر فاحنا هنحط جلوكوكاينيز عادي ماشي إحنا لما بنحط الهكسوكينيز أو جلوكوكينيز الإنزايم ده بنستخدم ATP وبنخرج ADB معنى أن إحنا استخدمنا ATP وخرجنا ADB إن إحنا كان عندنا أدنين ترايفوسفيت وتغيروا أدنين دايفوسفيت معنى أن إحنا فيه فوسفيت أخدناها من الـ ATP الفوسفيت اللي أخدناها من الـ ATP دي هتروح فين؟ هتمسك في الجلوكوز وهيبقى شكله عامل كده هيكون اسمه جلوكوز ستة فوسفيت زي اللي حصل في الجلوكولوسس كده فهيكون عندنا هنا الـ CH2OH لأ هتبقى CH2 بس بقى والـ O دي هيكون ماسك فيها الفوسفيت وكده هيبقى عندنا جلوكوز ستة فوسفيت الجلوكوز ستة فوسفيت ده هيبقى كويس لو إحنا ندخلنا الجلوكولوسس عادي هنحط الفوسفوهيكسوز أيزومريز ونحوله لفراكتوس ستة فوسفيت ونكمل عادي جدا لكن في عملية الجلوكولوسس فهنا البلوكوز ستة فوسفيت ده ملوش استخدام مش هنقدر نشتغل عليه كده ليه؟ لأن احنا عايزين نمسك البرايمر مع كاربون نومبر وان كاربون نومبر وان دي لازم يكون هي اللي فيها الفوسفيت اللي نقدر نمسك فيها نمسك فيها بقية البرايمر اللي مكاوم من البلايكوز اللي بيتعامل في الناحية التانية اللي احنا لسه هنتكلم عنها عشان خطر يكون لنا مركب كبير من البلايكوزين فهنعمل ايه؟ عايزين ناخد الفوسفيت دي وعايزين نحطاها هنا احنا ولا ه هنحط حاجة زيادة ولا هنشيل حاجة معناها ان احنا هنستخدم ايه؟ هنستخدم إيزوماريشن هنعمل عملية إيزوماريشن احنا عندنا نفس المركبات بنفس كل حاجة الفرق ان احنا نغير تكتبها فمعناها ان احنا نستخدم إيزوماريشن وعلشان خطر نحفظ العملية بطريقة أسهل وأسرع في كل العمليات بتاع الكيميستر نكون عارفين احنا عايزين ايه وبنعمله ليه عشان نعرف احنا هندخل حاجة طب لو هندخل حاجة دي هتكون فوسفيت ولا هتكون ايه بالضبط عشان خطر نسمي الانزايم عليها فالموضوع يبقى أسهل فاحنا عندنا احنا مش هندخل اي حاجة فاحنا نعمل ايزوميريشن الايزوميريشن في عائلة منه اسمها الميوتيز فاحنا هنعمل ايزوميريشن بعائلة الميوتيز طب المركب ده اسمه ايه احنا عندنا الجلوكوز وعليفوسفيت فهيبقى اسمه فوسفو جلوكو ميوتيز ده اسم الانزايم فاحنا بالفوسفو جلوكو ميوتيز هنقدر نحول الجلوكوز ستة فوسفيت الى جلوكوز وان فوسفيت وفي الاخر شكلها هيبقى عامل كده وهنا سيتش تو او اتشايد بس يعني احنا هنركز في الحاجات المهمة فاحنا كده بقى عندنا جي عندنا جلوكوز وان فوسفيت الجلوكوز وان فوسفيت دي دي مهيئة ان هيتشتغل معانا عايزة فاحنا كده دي اول مصار احنا كنا عايزين نمش فيه خلاص خلصناه نركزها على جنب عشان نبدأ نفهم المصار التاني كان ماشي ازاي ونبدأ نجمع الاتنين مع بعض هنا هو ده في المصار التاني المصار التاني بقى بيكون عبارة عن ان احنا بنستخدم اه ال-UDB ايه هو ال-UDB احنا عارفين ال-ATP ان هو ادينين Дيفوسفيت ال-UTB هو يريدين آآ ترايفوسفيت عادي اذينين ديفوسفيت هو ال-UTB يريدين ترايفوسفيت هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن نيوكليك اسد بيكون مكون احنا عارفين من نيوكليك اسد مكونة من ثلاث حاجات أساسية مكونة من البيز ومكونة من رايبوس شجر ومكونة من ترايفوسفيت مفروض هنا في واحدة كمان مفروض تكون لينيورياني بس احنا مالك داشترا مفيش مكان فده شكل النيوكليك أسد عمدا احنا عايزين نكون شجر الشجر ده سودايسي فاحنا عايزين نستخدم حاجة تكون شبهه علشان خاطر نبدأ نعمل برايمر والبرايمر ده نبدأ ناخده ونحط عليه الجلوكوز اللي احنا نجهزه نحن كل مولوكيوز الده بنعمل العملية اللي فاتت دي نجيبه ونحط عليه هيكسوكايينيز أو نحط عليه جلوكايينيز على حسب احنا فين وبعد كده يبقى الجلوكوس الده فوسفيت والجلوكوس الده يبقى الجلوكوز و otro فوسفيت وهيجohl بالتز كل مولوكيوز بنعملها كده هنبدأ هنا بقى بعد ما جمعنا بتاع ايوردين ده هنبدأ نعمل مع حاجة احنا هناخد اليوتي بي ده وبانزايم اليوتي بي غلوكوز بيروفوسفاتيز هنطلع هنكسر من ده اتنين فوسفيت وهيبقوا اسمهم بيروفوسفاتيز ودي حاجة هتخرج من المركب وهيبقى لنا الشكل ده الشكل ده هيدخل معنا هو اللي هيدخل وهيمسك في الجلوكوز اللي احنا كنا لسه محضرينها يبقى الجلوكوز اللي احنا كنا لسه محضرينها هتمسك في البتاع ده اليوتي بي اللي احنا لسه جايبينه وهنبدأ نعمل بها البرانش بقى طيب ازاي احنا كان عندنا برايمر البرايمر ده اتصنع بالجليكوجينين هذا الجليكوجينين عبارةً عن بروتين مكون من أليجوسكرايد من ألفا 1 Royglycocytes جليكوجينين ده بروتين مكون من أليجوسكرايد من الألفا 1GS يعمل ايه؟ نحن دلوقتي بيكون عندنا الثيروسين الثيروسين ده أمينو أسد مكون من مكونات الأمينو أسد العادية اللي هو هنا H وهنا COOH وهنا NH2 وهنا الر الر بتاعته بقى هي اللي احنا عايزينها الر دي بتكون مكونة من ايه؟ بتكون مكونة من CH2 و من سيكل سوداثية كده والسيكل دي متكفيها و معلش طبعا على رسم زي الزافلة مهم ان احنا علشان خاطر نبدأ نكون كاربون رقم 1 بتاعت اليونت دي بتعمل كوفيلنت مع الOH اللي موجودة في الثيروسين ده نبدأ تكون لنا البرايمر بتاعنا و نبدأ نجهز اليوتي بي بتاعنا علشان خاطر نبدأ نشتغل ازاي بقى؟ احنا كده عرفنا خلاص شكل التيروسين و عرفنا ان هو بيعمل ايه و بيمسكهم مع بعض علشان خاطر يعمل لنا مجموعة تقسمى البرايمر صغيرة شجر معلش على الرسم برضو معاه شجر تاني وهكذا بقى يعني يكون لنا مجموعة مكونة من شوية أوليجوسكريت يعني حاجة أقل من 10 جلوكوزات مع بعض ده كده هيكون البرايمر بتاعنا علشان خاطر الانزايم متاع الجليكوجين ما يقدرش يبني من نفسه يعني ما يقدرش يقول او جلوكوز دي الوحدة او جلوكوز دي الوحدة انا هجمعهم و هعمل جليكوجين معرفش يعمل ده فاستخدام جليكوجينين و ياخد الكاربون رقم 1 من اليونت و يعمل من التيروسين يمسك من ال يمسك السايكل اللي بيكون موجودة و يعمل لنا المركب يعني اللي هو البرايمر بتاعنا و باستخدام اليوتيبي هيبدأ يدخل في استخدام البرايمر و استخدام الجليكوجين و الحاجات دي كلها هنبدأ نشوف شكل الحاجة بقى عامل ازاي زي ما قلنا اليوتيبي الفورميشن بتاع الجلوكوز ان احنا نخليه اكتف قلنا هناخد حاجة اليوتيبي اللي هو هيكون ثلاثي هنشيل منه اول مرة واحدة فوسفيت و هيبقى ضاي و بعد كي هنشيل منه واحدة كمان فوسفيت و هيبقى تروي وبعد كده هيبدأ يتبقى لنا المركب بالشكل ده ادي اليوراسيل و هيدي الفوسفيت دول كده بقى لوحدهم مع بعض و دول جايين مع بعض الجلوكوز اللي احنا اشتغلنا عليها و معاها الفوسفيت بتاعها بتاعتها اللي هي كانت الجلوكوز وان فوسفيت دول مسكوا مع بعضهم كمان و عملوا المركب ده بقى اسمه يورادين داي فوسفيت جلوكوز او يو دي بي جلوكوز يو دي بي يعني هو سنائي بس هو السنائي ده اللي اتنين فوسفيت مش جايين من نفس المصدر واحدة كانت بتاعت اصلا اليوراسيل و واحدة جاية من الجلوكوز وان فوسفيت عشان نكون عارفين مصدر كل فوسفتية منهم ايه الاتنين دول مع بعض هيدخلوا مع نون رديوسينج تشين دي اللي تكونت من الديكوجينين اللي احنا جاكوناه باستخدام اللي احنا عملنا اتاتشمنت اللي موجودة في التيروسين امينو اسد اه وجمعناهم مع بعض كل دول كلهم احنا كده كأننا كنا نطبخ طبخة فاحنا جايبين الملح والبني وكل الحاجات اللي بنعملها هو نبدأ كلهم محطوم مع بعض فيجلنا البرايمر هبدأ بقى استخدام الهايلايت معلش ده كده البرايمر وده كده السكر اللي احنا عايزين نضيفه واليو دي بي هو جاست كان مساعد دخل السكر هنا هو وخرجه بس كده يعني نبدأ بقى نقرر العملية دي انسوق نبدأ نحط جلايكوجين 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 لحد ما تعملنا الشكل ده كل حاجات دي ازاي اهم الانزائبز اللي موجودة فيها اول حاجة احنا عملنا البلوكوزايا الواحدة عملناها جلوكوز 6 فوسفيت قلنا بالهجسوكاينيز وتاني حاجة حولناها بالميوتاز بالفوسفجلوكوميوتاز لجلوكوز 1 فوسفيت وبعد كده استخدمنا اليوتي بي عشان نخليها اكتف فبقت اليوتي بي اليوتي بي جلوكوز وبعد دول كده الواحدهم وجبنا الجلايكوجينين وعملنا منه البرايمر بتاعنا وحطناهم مع بعض حطناهم مع بعض وبدأنا نكون البرانش يكون لينير بايه؟ بجلايكوجين سنستيز اهو موجود هنا اهو بجلايكوجين سنستيز بدأنا نعمل البرانش ده ان هو يكون لينير بعد ما عملنا شفية لينير احنا قولنا ان احنا عايزين نحافظ على المساحة فمش هينفع يبقى كله لينير فهنبدأ نعمل برانش فبعد ما يكون حوالي 6-7-8 برانش هيبدأ يكسر هنبدأ نكسر نكسر واحدة من هنا ونبدأ نعمل لها برانشنج ونطلحها فوق تبقى تعمل برانش قولنا بالوان سيكس البرانش ده بيحصل بايه؟ بانزايم اسمه الجلايكوجين برانشنج انزايم كده الـ تاني هقوله احنا عندنا جلوكوز الجلوكوز ده لازم يكون اكتف عشان يكون اكتف ونعرف نلزقه في البرايمر اللي احنا هنعمله هنجيب هنجيب الـUDB وهنحط عليه فوسفيت هنشيل منه 2 فوسفيت هنجيب الـUTB وهنشيل منه 2 فوسفيت هيبقى UMB او هو يوردين مونو فوسفيت وهناخد جلوكوز وان فوسفيت الـUTB هناخدهم مع بعض نعملهم بالجلايكوجين بالجلايكوجينين وناخد البرايمر ونحطهم كلهم مع بعض بالجلايكوجين سنسيسيس هنعمل برانش البرانش ده كل ما يكون شوية هيبدأ يكسر من عند الـ ويجمعها داني عند الـ ويعمل لنا البرانش ويفضل العملية دي تتكرر تتكرر لحد ما تعمل لنا مركب كبير من الجلايكوجين هي دي العملية بتاع الجلايكوجين عايزين بس نتكلم عن الأجزاء النظر اللي موجودة فيها اول حاجة هو بيقول ان الجلايكوجين يقدر يدخل الجلايكوجين في السكيلتل يقدر يدخل الجلايكولوس ونقدر نطلع منه انيرجي عشان تسابورت الـ احنا عارفين لو احنا عملنا الجلايكوجين ده احنا نقدر نعمل منه جلايكوجين ونوديها الدم بس نقدر نستعملها كسورس للانيرجي في المسل كونتراكشن تاني حاجة بالنسبة للليفر بيقول ان الجلايكوجين تكسيره لي different purpose زي ان هو يحصل release للجلوكوز في البلود ان احنا نعمل منتين من الاخر للبلود تالت حاجة ودي السبب بتاع ان احنا عم نستخدمش المسل في الجلوكوز منتين وهي ان الانzoيم плюсي muchos سيكسفوت alliance موجود في اليفر promocoddinea لكن مش موجود اساسا في المسلز او موجود في اي اي قدر تشور فبالتالي احنا ننعرف ان نعمل منDe him ان احنا بيقول ان الصعل فوسفوريليز ده احنا عارفين استخدامه بيقول ان هو بيعمل في الجزء اللي هو ويبدأ يحوله لجلوكوز وان فوسفيت وهكذا يعني مش هقروها هيكي كان مش مهم ان انا اقروها بعد كده بيقول ان الفوسفو جلوكوميوتاز ده بيعمل انت الكون بيحول من جي وان فوسفيت لجي سكس فوسفيت والجي سكس فوسفيت ده ممكن يدخل جليكولوسز ولو في الليبر هيطلع علينا فري جلوكوز بالجلوكوز 6 فوسفيت ده احنا عندنا مطار تاني بعد الفوسفو جلوكوميوتاز مايتحول من 1 ل6 لو احنا هنكز العملية وبخلاق لو في الفوسفو جلوكوميوتاز هنبدأ نعمل فري جلوكوز سوري وفري جلوكوز ده نبدأ نستخدمه في البلد لو مش هينفع هيفضل لو احنا في المصر يعني مفيش فوسفيت ده هيفدأ نستعمله عشان نطلع منه انرجي بعد كده بيقول ان الشوجر نيوكليوتاز يو دي بيه جلوكوز ده بيسلف جلوكوز ريزيديو للنون ريديوسينج اند يعني احنا عندنا النون ريديوسينج اند اخره بيدي منه الجلوكوزية اللي عنده من الري اكشن وهو بيخرق بالانزيم اللي هو جلايكوزين سنتيز ده هنا بيقول ان الجلايكوزين بارتكل بتبدأ تكون اوتو كتاليتك فورميشن يعني ايه اوتو كتاليتك فورميشن معناه ان هي مش هتحتاج لانزيم عشان تحول من حاجة لحاجة هي حاجة تلقائية هيشوفوا بعض هيمسكوا مش هيحتاجوا انزيم عشان يسهل العملية دي فبيقول ان النيو جلايكوزين بارتكل اللي تتصنع بتكون اوتو كتاليتك فورميشن للجلايكوزيتك بوند ما بين الجلوكوز واليو دي بي عند التيروسين ريزيديو انزا بروتين جلايكوزين بمعنى ان احنا خلاص كوننا التيروسين جايكوزين واخدنا السايكل اللي موجودة فيه هيبدأ بقى هو مع نفسه يعمل اوتو كتالايزز للأديشن بتاع الجلوكوز يونت على يونت لليو دي بي اللي هيلاقيها ويسلفها بقى البرايمر بتاعه وهكذا للجلايكوزين لو احنا عايزين نصنعه هنصنعه زي احنا عندنا البلود جلوكوز زيادة فالانسولين هيكون زيادة الانسولين لما يكون زيادة الجلوكاجون والادرينالين هيقله والجلايكوزين فوسفوريليز بي هيزيد الجلايكوزين فوسفوريليز ده نوع من الجلايكوزين فوسفوريليز عندنا ايه وعندنا بيه البي ده بيزيد وقت لما يكون الجلوكوز زيادة في الدم فهيعمل الهيبشن للجلايكوجين لايسز للتكسير الجلوكوز اللي هي العملية دي وهيعمل طبعا زيادة لنحن نعمل جلايكوجينسز هنصنع جلايكوجين مدام بلد جلوكوز زيادة أي حاجة بقى هنعمل منها جلايكوجينسز اللي هي العملية اللي فاتت دي لكن لو احنا عندنا العكس لو احنا عندنا الجلوكوز قليل في الدم معندناش انسونين تلع الجلوكاجون والأدرينالين هيبدأوا يشتغلوا الجلوكاجون ده بيشتغل في الليفر والأدرينالين أو بيكون ليه مسمة تاني وهو الإبنفرين ده هو الأدرينالين وده اللي بيعمل ريجوليشن للمصل فاحنا بيكون عندنا الأدرينالين بيزيل أو الإنسولين على حسب إحنا في المصل ولا في الليفر لما يكون البلوكوز سوري مش الإنسولين الأدرينالين والجلوكاجون بيزيدوا لما يكون البلوكوز قليل في الدم والإنسولين طبعاً بيحصلوا إنهبشن الجليكوجين فوسفوريليز A هو اللي بيبدأ يحصلوا اكتيبيشن وده بيعمل لنا جليكوجين ليسز إحنا عندنا الحاجة اللي حوشناها بقت قليلة فهنبدأ نكسر الجليكوجين اللي أصلاً موجود عندنا إزاي؟ أول حاجة عايزنا نأكد تاني إن الليفر والكدني والإنتستان عندهم جي سيكس فوسفاتيز أو جلوكوز سيكس فوسفاتيز ده يقدر يتكسر لنا ولكن المصل ما عندهاش فبالتالي مش هتقدر تكسر لكن تقدر تخش وتعمل ديرينج انكسرسايز لو هي بتعمل انكسرسايز يعني ومحتاجة جليكوجين ومحتاجة سوري طاقة هتبدأ تكسر الجليكوجين اللي موجود عندها بالنهاية تعمل استيميوليشن الانتراسيرر كالسيم اللي موجود وهتبدأ تصنع ATP وتصنع الاكتكاسد طيب العملية دي بتحصل ازداني اول حاجة نبقى عارفين الانزايمز اول من انزايمز اللي موجودة في العملية دي اول حاجة عايزين نعرف مصطلحين وهو الفوسفو الفوسفوريليسيز ده، هو لو احنا نعمل بوند دي عملية لو احنا نعمل بوند كليفتج باي سبستيتيوشن بالفوسفو بالفوسفيت جروب يعني احنا لو احنا عندنا بوند وهنكسر البوند دي وبدل الجزء اللي احنا كسرناه ده هنحط الفوسفيت ده بيكون اسمه فوسفوريليسيز لو احنا هنعمل هايدروليسيز معاناها ان احنا عندنا مية عندنا H و O H وهذا H مثلا ستمسك في حاجة وهذا O H ستمسك في حاجة فنحن نعمل substitution بس بالمية فده بيكون اسمه Hydrolysis لكن لو Phosphorylysis معناها ان احنا بنعمل Substitution for Phosphate Group المين بقى Enzymes في العملية دي ثلاثة أول حاجة Glycogen Phosphorylase ده بيكسر عند ال 1.4 Glycosidic Linkage اللي موجودة في ما بين ال Non Reducing N بس الانزايم ده عنده مشكلة وهو انه ما بيقدرش يكسر لما بيوصلوا لاربعة يبقى احنا عندنا المين ال اهم انزايم هو الانزايم اللي بيكسر بيكسر دي ودي 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 وهكذا الانزايم اللي بيكسر الحاجات دي اسمه Glycogen Phosphorylase بيبدأ يكسر ال Glycogen ده وهو ليه شكلين شكل Active Form وشكل Active Form زي ما الاستقل Active Form هو اللي بيشتغل دلوقتي هو اللي بيحصل له زيادة لما بيكون بنعمل Glycogen اللي هو ده فهيبدأ يكسر لنا هيبدأ يكسر لنا البوندز دي اللي موجودة في جلوكوز ويبدأ يخرج لنا بقى جلوكوز منها هيجي عند اخر جزئية اللي هي دي ومش هيقدر يكسرها هو اخره لحد اخر 4 دول هيبدأ ما يكسرهم الاخر اربع اللي بيتبقوا دول من جلوكوز بيكون اسمها Limited Extreme دي معناها ان هي من الامن من شوية جلوكوز من شوية جلوكوز من شوية جلوكوز الذي يتبقوا سيكون اسمها unimate dextrin الأربعهم هيكون عندهم مشكلة لأنن نريد ان نتخل على جلوكوز فلما يجي يقف الجلوكوز لحد اخر لم يكن يلك سيبدأ انزيوم وهو وهو البوندز هو نحن كان عندنا برانشينج انزايم في الجليكوجينيسيز نحن دلوقتي عندنا دي برانشينج انزايم دي برانشينج انزايم ده مكون من بولي بيبتايد عندهم 2 دومين أول دومين اسمه ألفا وانفور جلوكاين ترانسفيريز وتاني دومين اسمه أميلو وانسكس جلوكوسايدز دومين اسمه ألفا وانفور بلوكاين ترانسفيريز ده يعمل ريموفينج للثلاثة اللون هم لونهم أحمر دول اللون هم لونهم أحمر دول بيبدأ يشيلهم ويضعهم هنا ازاي اهو اشتغل عليهم ونزلهم من هنا حطهم هنا وبقوا عاملين برانش بالشكل ده ده بيحصل ازاي؟ بيحصل بالدي برانشينج انزايم بالدومين اللي اسمه ألفا وانفور جلوكاين ترانسفيريز بيبدأ يشيل التلاتة يونت دول ويمسكهم تاني بس تحت من اول هنا كده ويخليهم طول بعد ما بيعمل كده بيجي الدومين بتاعه التاني اللي هو أميلو ألفا وانسكس جلوكوسايدز اللي اسمه أميلو وانسكس وده اسمه ألفا وانفور لان ده بيكسر الدول اللي هم وانفور جلوكوسايدز ولكن اللي هنا ده بيكسر الخضرة دي الخضرة دي بتكون مسكة ألفا وانسكس لان ده برانش فبيكون اسمه أميلو ألفا وانسكس جلوكوسايدز وده بيعمل ريموف للجلوكوز يونت اللي بتكون موجودة في النهاية وبيخرجها على شكل فري جلوكوز الباقي دول احنا قلنا انه هو بيعمل لهم فوسفوريليز فبالتالي بيخرجوا على شكل جلوكوز بس بس عليه فوسفيت لكن ده بتخرج جلوكوز بس بتخرج جلوكوز من غير ما تدخل اي عملية ذلك بتخرج فري جلوكوز عيد ويجي البرانش اللي بعده اللي هو ده يبدأ برضو يتكسر يكسر هنا يكسر هنا يكسر هنا يكسر هنا حد ما يجي الاخر ثلاثة اخر ثلاثة اخر اربعة سوري يخرج اخر اربعة ويحط بدلهم وهكذا هي دي العملين قلنا فيها ثلاثة انزاي مهمين البلايكوجين فوسفوريليز ده اول واحد بنستخدمه عشان نكسر بعد كده لما بيجي منبقلنا اربعة بتبدأ معضلة ان احنا عايزين نكسر الباقي التبان فهنبدأ نستخدم الغلاججين دي برانش انزاي مهمين بالتودومينز بتاعه اول حاجة نستخدم الدومين الاول اللي هو الفا 원 فور غلوكان ترانسفريز عشان خاطر اسمه ترانسفريز في عناء اسمه الفا وان فور غلوكان ترانسفريز يعني احنا هنشيل هنترانسفير الفا وان فور جلوكوزز اللي موجودة وننزلها تحت اسم الانزاي مهمين يعني الجواد من عنوانه اسم الانزاي مهمين ظاهر من العملاء اللي هو بيقوم بيها بعد كده يجي الأميلو ألفا وان سيكس جلوكوسايداز علشان خاطر يطلع علينا واحدة جلوكوز فري عادي جداً وبيكسرها من الألفا وان سيكس اللي هي كانت برانشد بعد كده يجي آخر حاجة آخر حاجة أحولز بنستخدمها إحنا دلوقتي لما بنطلع الجلايكوجين الشكل ده بيطلع علينا جلوكوز وان فوسفيد لما بنجي نكسر دول مش اللي هما الحمر هو عمتاً قصدي يعني ما بنجي نكسر بيطلع علينا جلوكوز على شكل جلوكوز وان فوسفيد على عكس لما بيتعامل بالألفا وان سيكس بيطلع على طول جلوكوز فري فإحنا كل الجلوكوز اللي احنا عما ينكسرها دي ده مش شكلها النهائي مش هينفع تفضل كده لو في المصر هناخدها ونشتغل عليها جلايكوز لكن لو في الليفر احنا محتاجين نستخدم فوسفو جلوكوميوتاز يحولها من جي 1 لجي 6 فوسفيد سواء مصل او ليفر هنبدأ نستخدم فوسفو جلوكوميوتاز لان احنا عندنا فوسفيد عندنا جلوكوز اللي اتنين مع بعض هنعمل لهم ميوتاشن ايه هنعمل لهم ايزومريشن بالميوتاز فهتبقى اسمها فوسفو جلوكوميوتاز من جي 1 فوسفيد لجي 6 فوسفيد هيطلع علينا الجي 6 فوسفيد ده لمصارين اول مصار هو ان احنا لو في الليفر هيبدأ يطلع علينا جلوكوز للبلود ولو احنا في المصل هنبدأ ناخد جي 6 فوسفيد ده ونبدأ ندخله في البلايكولوسز وهيبدأ يضينا 3 ايتي بي زائد لاكتكاسب اه لو احنا عاملين يعني في جرس اكسرسايز والاكسرسايز ده مش هنقدر نطلع ايتي بي بالشكل المطلوب اللي بيحصل في العيز بس ده كده الجزء بتاع صنوعة الجليكوجين او الجليكوجين متابوليزما عمتا سواء عملنا لوسنسيز او كسرنو وعرفنا اسبابه وعرفنا بيحصل الاكسيبشنز بتاعته ايه موجود في المصل ايه ازاي وموجود في الليفر ازاي ان شاء الله المرة الجيه نبقى نتكلم عن الجلوكو نيوجينسز اشتركوا في القناة